مساء الخير عليكم جميعا ان شاء الله النهاردة هننتكلم على ايه هنتكلم على موضوع التبول اللا ارادي والتبول اللا ارادي هو عدم قدرة سواء الطفل او نقدر نقول المراهق او احنا بيمتد للشخص البالغ على التحكم في البول وغالبا ده بيبقى فيه منه نوعين نوع اولي وده معناه انه هو مقدرش يتحكم في البول خالص والنوع الثانوي اللي هو بعد فترة معينة من التحكم ما عادش قادر ان هو يتحكم وده غالبا الاسباب بترجع فيه بنسبة خمسين او ستين في المية لاسباب نفسية اكتر منها اسباب عضوي وبالتالي احنا بنتكلم على ان لو عندي الطفل بدأ يبقى عنده يعني سن خمس سنين وبيحصل له على الاقل مرتين اسبوعيا لمدة 3 شهور ما بيقدرش يتحكم في مسألة البول فالشخص ده بيعاني من تبول لا اراضي او الطفل طيب تفتكوا ايه هي الاسباب لقينا ان هي زي ما قلنا بعد استبعاد الاسباب العضوية اللي هي ممكن تكون لو فيه مشاكل فيه فيه الهرمون المسؤول عن التحكم في البول لو فيه مشاكل في الكلة لو فيه مشاكل في العمود الفقري لو فيه مشاكل في الاعصاب لو فيه مشاكل فيه التحابات مجرى البول اي مشاكل عضوية احنا استبعدناها فغالبا المشاكل بتبقى متعلقة بالمشاكل النفسية بتاكمن في القاتي غالبا عدم تدريب الطفل في التوقيت اللي هو من سنتين لتلات سنين على مسألة ان هو يدخل التولد ويقدر يتحكم فيه بشكل يشجع الطفل على العمل ده او ان احنا احيانا بيبقى مع ولادة طفل جديد بيتبدأ اجواء البيت كلها تهتم بالمولود الحديث ويبدأوا يسيبوا الطفل اللي اريدي هو مثلا عمره سنتين او تلات سنين فبالتالي احد العوامل اللي بيعملها الطفل ده هو لفت الانتباه وان هو عايز اهتمام زي الطفل الصغير فبيبدأ يحصل هذا الموضوع كمان احنا بيبقى لو الطفل ده بيعاني من مشاكل في المدرسة او فيه مدرس بيعنفه او بيسبب له كتير من العقاب او مشاكل البيت زي نفسها فيه خلافات مستمرة ما بين الاب والام او طريقة التعامل معها طريقة فيها اه حنف وبالتالي الحاجة اللي انا اه عايز اقولها اوعوا تهملوا اولادكم واوعوا تنتظروا عليهم لان دي من الحاجات اللي بتقلل الثقة في النفس كتيرة بتاعت الطفل وبتعرضوا بعد كده لمشاكل كتيرة اه مش لازم نستنى اما بنتنا تبقى عندها 17 او 18 سنة وهتتجوز نقول هي هتتجوز ازاي او مش لازم ننتظر اما اه ابننا بقى شاب كبير او مراهق كبير وبدأ الموضوع مش عايف يسافر مش عايف يوح في حتة مش عايف يوح عند قريبه يبقى نتدخل مبكرا كما يجب كمان لقوا ان في بعض الاضطرابات النفسية يمكن اشهرها هو اضطراب فارط الحركة ونقص الانتباه بيبقى موجود في الاطفال دي وجزء من التشتت وعدم الانتباه والانتفاع بيبقى محاط في القصة دي بالاضافة ان احنا كمان لقوا دايما ان الاطفال اللي عندهم مشكلة التباول اللاقرادي عندهم مشكلة دايما ان هم بيدخلوا في النوم بعمق وبيصعوا بعلوم الاستيقاظ من النوم طيب بعد مشخصنا الموضوع هنعمل ايه اما هناخد ابننا او بنتنا للطبيب النفسي المختص هيبدأ يرسم خريطة العلاج اللي هي غالبا هتتكون من جزءين جزء تعديل فيسولوكيات معينة لابد الاتباع بها وايه هي بقى السولوكيات اللي انا عايز اقولها لكم اللي احنا لو اتبعناها بإذن الله بنسبة 50-60% من الحالات اللي امور بتتحسن اول حاجة ان احنا الطفل اثناء النهار بنحاول ان احنا نعوده اما يبقى عايز يدخل توالت ان هو ينتظر شوي وبالتالي انا بقديره فرصة ان هو يقدر يتحكم في المسانة شوي او ان هو اما يدخل يعمل توالت ان هو حتى لو يعني ماينزلش كمية البول كلها ويفضل في جزء بحيث ان انا اعوده ان هو يقدر ان هو يتحكم كمان مهم بعد ما الطفل ينام ان انا بصحي بعدها بساعة ويأفوقوا ودخلوا الحمام مهم ان انا افوقوا وصحي يخش الحمام مش ان انا اصحي بس ودخلوا وهو نايم كمان بعمل دايما بخلي الطفل يعمل زي شفت كده فيها كل ايام الاسبوع واليوم اللي ما عملش فيه بيعمل لنفسه علامة صح واليوم اللي حصل فيه مشكلة بيعمل فيها علامة اكس وبدي مكافأة للطفل ده وبالتالي ده بيعزز السلوك ده وما اقول هدي مكافأة يبقى لازم اعمل ده ممكن المكافأة دي تبقى في صورة استيكرز في صورة اي حاجة بسيطة بس المهم ان انا اعمل اللي بقول عليه والعقاب يعني هو لو مقدرش انه يتحكم ما اعملش عقاب ولكن اتجاهل الموضوع طيب يبقى احنا خدنا بالنا من قصة النوم والاستيقاظ ودربه على ان هو يتحكم في عملية التبول والكلام ده النقط دي كلها مهمة لو كابا واما ما انتش قادر ان تصح ابنك بعد ما يدخل بساعة بقى لعل اسبط له المنبه وده ممكن ينفع اكتر لو الطفل في مرحلة عمرية كبيرة لكن الافضل اذا انتوا قادرين ان انتوا تعملوا ده تعملوا طيب لو الحاجات دي عملناها وما نجحتش قوي هنبقى عندنا ان احنا هنحتاج بعض الادوية والادوية دي غالبا بيبقى الهدف الاساسي ان الاطفال دول نظرا ان هم عندهم مشكلة في مراحل النوم فاحنا بنتدوى بيخلي النوم يبقى خفيف وبالتالي يسهل عليه الاستيقاظ ودخول الحمام كمان من النقطة المهمة اللي احنا مفروض ناخد بالنا منها احيانا بندب الادوية دي ذات نفسها ممكن بتعمل يعني في السفنكتر او بتعمل انقباط عندنا في محبس البول فبتساعد شوية في الامور دي وغالبا الادوية دي بنحتاجها لفترة بسيطة ممكن تكون حوالي 6 شهور مع الالتزام السلوكي بنخلي ان الامور بترجع لشكل طبيعي هم حاجة عايز اقول لكم عليها ما تتأخروش وما تنتظروش على اولادكم او بناتكم لغاية ما يكبروا في السن اه في الموضوع دا الموضوع دا اه خطيف جدا لتتابعات سيكولوجية على الطفل فياريت ناخد بالنا مبكرا وما نتفضدش وما نخافش وما نتكسفش من الزهاب للطبيب النفسي دومتم بخير واتمنى ان شاء الله نشوفكم معلخي